رفض تحالف القوى العراقية قيام السلطات الأمنية في كاركوك بإخراج الأهالي من منطقة قرتبة مستنكراً هذا الإجراء الذي وصفه بالتعسفية وقال بيان لتحالف القوى إن الإجراء الذي قامت به السلطات الأمنية تجاه أهالي قرتبة لا يفسر سوى أنه الدفع باتجاه التغيير الديمغرافية وإحداث الفوضى لتنفيذ مصالح فئوية وحزبية مبيناً أن أهالي قرتبة يسكنون في هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانين عاماً ولم تكن هذه المنطقة يوماً عاملاً فرقة أو نزاع